خلينا يا دكتور نقول نظام الرجيم اللي حضرتك مخدر هقول لها نهاردة والتخلص من الأرداف ودي مشكلة المصريين تقريبا كلهم حضرتك كاتبا أن الرجيم لمدة يومين يعني كل حاجة هنقولها نهاردة زي هتتعامل يومين وربعات؟ بالزبط على أساس أنه طبعا سمنة الأرداف احنا قلنا دي نتيجة لزيادة الكربوهادريت بشكل زيادة عن اللزوم نازل بتاكل رزو بعيشو من كورونا بشكل كبير كده هنبتدي أن احنا نقلل أو نمنع تماما من الكربوهادريت في أكلهم ونبتدي أن احنا نستعيد عنهم بأكلات بسيطة ممكن يبقى مثلا حتى شكل البروتين فيها على شكل بيت على شكل لانشون على شكل أسماك تونة كلها حاجات بسيطة فكل يومين حاجة شكل بنقول أول يومين هيبقى فاكها وزبادي كانتلاب مع الزبادي بيجيبوا أفاكت ده الفطار بالضبط الغدا هنزود المشروم كبروتين لأنه له قدرة عالية على امتصاص الخضار برضو جوه الجسم المشروم والمستردة لما بزودهم بييدوا طاقة وبييدوا أنرجي وبيزودوا من معدل والمستردة مفيش فيها مشكلة في الدهون أو في الزيوت الزيوت مفيش؟ لا ما بقلقش منها خالص إلا لو حد بيعاني مثلا من الغدة درقية لو فيه أي اختلاف في الغدة الدرقية أو كسل في الغدة الدرقية بمنع مثلا حاجات ده الأرنبيل دي منقول المايونيز لا في الفلدايت بنستبعده لكن المستردة ما فيهاش مشكلة المستردة بتزود من الحر ما فيهاش مشكلة فطبعا بناخد في المشروم واللحمة والسلطة مع الخضار السوتية أو السبانخ المسلوقة لأنها غنية بالحديد وقلنا عنصر الحديد من الحاجات اللي بتزود الحر العاشة هناخد برضو بروتين عالي فده الدايت ده بيبقى معتمد عننا بفصل شوية ما بين الكربوهيدريت والبروتين ده من أكتر الحاجات اللي بتزود معدل الحر في النصف الأسفل من الجسم فالغدة والعاشة فيه بروتين في أول يومين الغدة اللحمة والعاشة فيها تونة وسلطة وبنزود طبعا الفلفل الأخضر والفلفل الأبيض كمان لأنه هو من الحاجات اللي بتزود معدل الحرق الدهون في النصف الأسفل ده هنعمله لمدة يومين وبعدين نغير يعني هي نفس الايديا أن أنا بفصل ما بين الكربوهيدريت والبروتين فهنقول برضو أن الفاكهة ستيل هي فاكهة وزبادي علشان نقلل شوية الغدة هناخد رز مسلوق مع البهارات وبرضو ممكن أن نحن نحط معه مثلا مشروم أو حاجة بسيطة وخضار سوتيل والعاشة كورنفليكس مع لبن منزوعة دسم وفاكهة على أساس أن نحن بناخد الكربوهيدريت تاني يوم أو اليومين دول كلهم كربوهيدريت واليومين اللي بعضهم بالضبط الفطار تلات فاكهة بنقول البطيخ ده من أكتر العناصر اللي فيها فيتامين سي فبحبه قوي أنه ناخده مع التفاح اللي فيه حديد اللي اتنين بيمتصوا بيزودوا من معدل امتصاص الحديد في الجسم لما يكون فيه فيتامين سي معاه حديد زائد الفراولة اللي فيها أنتي أكسدنت عالي فدي لما بناخدهم كفطار بيبقى بيدي أنيرجي وطاقة عالية بنيجي عند الغداء وزي ما قلنا طبق خضار بقى بيبقى كذا حاجة كذا نوع من الخضار مع المشروف والمشروف كعنصر بروتين برضو والعاشة بنركز فيه على جميع أنواع الجبن اللي بناخد البروتين على شكل بيت وعلى شكل لانشون وبنزودهم بقى بحاجة تزود من معدل الحرق زي اللمون والخل الفلفل القبيل برضو والمشتردة والمالحة يعني تقريبا نظام ريجيم أنا شايفة أنه فيه كل الأكلات وحاجة تشبع يعني ما فيهوش أي نوع من أنواع الحرمان